في السنوات الأخيرة فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجينغ حيث دمرت السلطات المساجدة والمواقع الدينية الأخرى وعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات وتستمر السلطات الصينية بإجراءاتها القمعية بحق أقلية الإيغور إذ عرضت ممتلكات بعشرات ملايين الدولارات تعود إلى رجال أعمال من الإيغور معتقلين للبيع بالمزادي عبر الإنترنت وخصوصا عبر منصة علي بابا بحسب صحيفة Wall Street Journal الأمريكية فقد عرضت محاكم شينجينغ منذ عام 2019 ما لا يقل عن مائة وخمسين ملكية تتراوح بين أجهزة منزلية وعقارات وأسهم لشركات مملوكة لما لا يقل عن واحد وعشرين شخصا وتبلغ قيمتها الإجمالية أربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دولار للمزادي على مواقع تجارة إلكترونية وقد جمعت ممتلكات الإيغور المعروضة للبيع منظمة مشروع الإيغور لحقوق الإنسان وأكدتها الصحيفة التي راجعت وثائق المحكمة وسجلات الشركات ولم يرد أي تعليق من حكومة شينجينغ صينية حول هذا الأمر وقالت منظمة الإيغور الحقوقية إنها سجلت مصادر مرتبطة ارتباطا واضحا بحالات قضائية تتضمن تهما تتعلق بالإرهاب والتطرف وسجلت أيضا حالات لأشخاص وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية الصينية بالمتطرفين أو أفادت عائلاتهم بأنهم اتهموا بممارسة التطرف يقول باحثون غربيون وجماعات حقوقية إن السلطات الصينية تتخذ من هذه الاتهامات ذريعة لتنفيذ سياسات تستهدف الأقليات في شينجينغ على نطاق واسع وصلتات الممتلكات المعروضة في المزاد الضوء أيضا على ما يقول الإيغور أنه جانب آخر من جوانب حملة الصين والتي تهدف إلى تفكيك الشركات والثروة الشخصية التي يملكها رجال الأعمال الإيغور هل ستستمر الصين بقمع أقلية الإيغور وخداع العالم بشأن ما يتعرض له مسلمو هذه الأقلية من اضطهاد ممنهج ترجمة نانسي قنقر